انتهى لقاء فريقاء الصفاء والرسينج بتعادل الفريقين هدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب صيد البلدي ضمن الجولة الثالثة من دور ألف لكرة القدم الرسينج هاجم منذ لحظات المباراة الأولى فافتتح التسجيل بواسطة البرازيلي كايرو فيما كان رد الصفاء سريعا عبر لاعبه حسين عواضة قبل نهاية الشوط الأول وكانت الجولة الثالثة قد شهدت مساء أمس لقاء الدربي بين النجمة والأنصار وانتهى بتعادل الفريقين هدف لهدف الأنصار تقدم بواسطة محمود كوجوك في الشوط الأول وعادل النجمة عن طريق مهاجمه أكرم مغربي في الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة إبراهيم وهبي قناة الجديد